نظمت هيئة البحرين لثقافة والآثار في متحف البحرين الوطني ندوة حول شعر المغفور له الشيخ عيسى بن راشد الخليفة بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الشعر العالمي والعربي الندوة الشعرية حملت عنوان مع الأشواق وقت الربيع والورود حيث شارك فيها نخبة من الشعراء والبحثين إضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الثقافية والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين يا زين ذكريني لي غيبتني بحور وبشوق ناديني يمكن الدنيا الدور وارد ويا الصيف ولا الشتاء ليرد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورود تحت عنوان مع الأشواق وقت الربيع والورود جاءت هذه الندوة والشعرية لتؤكد لابن البحرين البار بأن الزينة لم تنساه يوما ما وهي تحتفي بيوم الشعر العالمي والعربي بأبياته الشعرية التي اتسمت بنغاماتها الخاصة الليلة هي ليلة احتفائية بشعر الراحل الشيخ عيسى بن راشد الخليفة بمناسبة يوم الشعر العالمي والعربي والجدير بالذكر أن السنة الماضية احتفلت أيضا الأليكسو بشيخ الراحل عيسى بن راشد الخليفة فاجتمعنا اليوم لعرض أبرز نتائج هذه الدراسات المتعلقة بشعر الراحل الشيخ عيسى بن راشد الخليفة تناولت الأوراق التي قدمت جوانب متعددة حقيقة من شعر الشيخ عيسى بن راشد جوانب متعلقة بالمكان متعلقة بالجانب الوجداني متعلقة أيضا بمكانة الشيخ عيسى بن راشد في المشهد الشعري البحريني ونعتقد أن هذه الفعالية قد حققت الهدف التي تصبو إليه في الاحتفاء بهذه القامة الشعرية البحرينية طرشت شوقي لكم في الليل ما وداه حملت موج البحر سلامي ما وداه وصيد طير الفلع ولا حمل لوصاه الندوة ألقت الضوء على شعر المغفور له الشيخ عيسى بن راشد الخليفة والصور المكانية في قصائده الغنائية التي تغنى بكلماتها أشهر المضربين في البحرين والخليج والوطن العربي بجانب تمثيلات المرأة في تجربته الشعرية كما تطرقت إلى الحضور الوجداني في قصائده الوطنية واختتمت الندوة بمداخلة بعنوان موقع الشيخ عيسى بن راشد في الحركة الشعرية في مملكة البحرين جميل في هذه المحاضرة أن كل واحد تطرق إلى ناحية معينة من شعر الشيخ عيسى بن راشد على الخليفة أو من شخصيته أو من المفردات التي تحتويها قصائده أو أسلوبه في صياغة الكلمة الشعبية البسيطة المفهومة الواضحة والتي يعبر فيها عن شعوره نحو الوطن والحبيبة من المهم جداً الحديث عن الشيخ عيسى بن راشد لأن الشيخ عيسى بن راشد لا موقع وايد مهم في الحركة الشعرية في مملكة البحرين هو ظهر في فترة الستينات وهذه فترة الستينات كانت فترة جداً ثرية في ظهور كثير من التيارات الشعرية المهمة الشيخ عيسى بن راشد لم يدخل في أي تيار من هذه التيارات وإنما هو اختط لنفسه خطاً فريداً بالنوع من خلال الشعر الغنائي العامي وتميز به طبعاً كثيراً لدرجة أن كثير من الشعراء اللي كانوا موجودين في تلك الفترة وكانوا يكتبون بالشعر الفصيح أو العامي أخذوا نفس الخط اللي اختطته الشيخ عيسى بن راشد في الكلمة الغنائية المعتمدة على المفردة البحرينية الأصيرة لين أمت الناس شهرت الليلة ناديكم واطلب بن الله ولو مره أوافيكم النتوة الشعرية جاءت لتؤكد بأن الشيخ عيسى بن راشد أهم شاعر غنائي أنجبته البحرين على مر تاريخها حيث أبرز جمال المفردة البحرينية الشعبية وحقق بها شهرة منقطعة النظير في مملكة البحرين ودول الخليج العربية بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الشعر العالمي والعربي تستذكر مملكة البحرين ابنها البار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي أثرى بأبياته المكتب الشعرية في مملكة البحرين مريم حميد لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين